اشتركوا في القناة بعد اعتداء الاحتلال على المصلين في باحات الحرم المقدسي قبل ان نتوسع في ملفاتنا الرئيسية تعالوا نتوقف مع هذه الاطلالة على الموضوع الاكثر تصفحا على موقع الجزيرة دوت نت هل يشهد العالم انفجارا سكانيا؟ ربما الحقيقة عكس ذلك بن علوي اختلفنا مع الامارات بسبب حرب اليمن وصلاح يقلب سلم من رواتب في ليفربول صدمة وغضب استفاق عليهم كثير من رواد مواقع التواصل المصرية بعدما نفذت السلطات ثالث دفعة اعدامات في غضون اسبوعين بحق متهمين في قضايا مختلفة هذا هو الملف الاول حيث نفذت مصلحة السجون صباح اليوم حكم الاعدام شنقا بحق تسعة اشخاص في قضية قتل النائب العام السابق هشام بركات وسبق تنفيذ حكم الاعدام وابل من الحملات الالكترونية المطالبة بوقف تنفيذه اذ تصدر هاشتاج لا لتنفيذ الاعدامات وأوقف الاعدامات قائمة التريند المصري على مدار اليوم كما حذرت منظمات حقوقية دولية من غياب العدالة عن محاكمة المتهمين الذين قالت منظمة العفو الدولية ان بعضهم تعرضوا للاخفاء القسري وانتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب المزيد من التفاصيل حول احكام الاعدام التي شهدتها مصر خلال الاسبوعين الماضيين في قضايا اذات ابعاد سياسية في الفيديو التالي من اي جي بلاس كما اعاد ناشطون نشر مقطع فيديو لاحد المنفذ بحقهم حكم الاعدام وهو محمود الاحمدي خلال جلسة محاكمة تعود الى الفين وستة عشر اكد فيها ان الاعترافات في القضية انتزعت بالاكراه وتحت التعذيب نتابع هذا الفيديو ومن الصور اللافتة التي لقيت تفاعلا كبيرا على الهاشتاج صور للطفلة ليلى ابنة احمد طه وهدان وهو احد المنفذ فيهم حكم الاعدام الصور التخطت للطفلة على مدى جلسات محاكمة والدها بدءا من ولادتها حيث رفعتها الام ليراها ابوها لاول مرة من خلف القضبان ثم توالت مشاهد حضور الطفلة في قاعة المحكمة ردود فعل كثيفة وغاضبة ضجت بها مواقع التواصل بعد تنفيذ احكام الاعدام الصحفية المحلل السياسية عمر خليفة قال في تغريداته لا يوجد عندي ادنى شك ان هناك علامات استفهام كثيرة حول محاولة اعدام او اعدام بالفعل تسعة شباب اليوم بتهمة قتل النائب العام السابق لكني لن امارس الدجل الفكري بكتابة تويتا تطالب بتوقيف حكم مسيس صدر بادلة جلبت بالتعذيب التويتا لن تغير الواقع الاسود تريد ان تقتل الظلم البين غير النظام غير النظام خلص الكلام الحقوقية جمال عيد قال تفويد 2013 دستور يحاكم المدنيين عسكريا برلمان طوع اليد رئاسة بصلاحيات هائلة عودة لفرض الطوارئ محاكمات غير عادلة احكام اعدام بالجملة توسع في بناء السجون حصار حرية التعبير حصار المجتمع المدني المستقل وبرضو الارهاب يرتع وبدل من تصحيح طريقة حرب الارهاب ننقلب على الدستور الصحفي جمال سلطان قال السلطة التي لا تشبع من الدم وتستسهل طريقة الدم وتسترخص طريقة الدم تنتهي باغراق نفسها في وحل الدم الكل فيه خاسر والوطن هو الخاسر الاكبر مع الاسف لا احد يتعلم من دروس التاريخ القريب والبعيد الاعلامي الساخر يوسف حسين قال حاليا بالاسواق القضاء المصري للقضاء على المصريين ناشطة الحقوقية مناسيف قالت ما يبقى كل وكل نيابة وكل قاضي بيظهر قدامه بني ادمين باين عليهم اثر تعذيب يتجاهلها يحكوا شهادتهم عن التعذيب فيتجاهلها برضو وما يكلفش خطره لا يحقق ولا يعمل اي حاجة يبقى ولا واحد منهم فرق معه لا عدالة ولا حقيقة ولا انصاف اللي مات بجد السياسي محمد محسوب قال وظيفة الحكومات حفظ الارواح ام ازهاقها نفق الضحايا بسيناء والقاهرة ثم تستكمل السلطة المهمة باعدامات بالجملة اهو سباق بين ارهاب وسلطة لتضحية بابناء مصر اما ان دمنا اصبح رخيصا ليصبح وقودا لتمرير مشروعات باطلة ما مستقبل شعب يقتل ويعدم من ابنائه يوميا بلا رحمة اليس منكم رجل رشيد على هامش الحدث اثار منشور في صفحة الشخصية لمروى بركات ابنة النائب العام السابق هشام بركات على فيسبوك اثار ضجة وجدلا واسعا اذ نفى منشور بصفحة تورط المتهمين في قضية قتل ابيها قالت فيها شهادة امام الله عرفت ان في شباب في قضية اغتيال بابا هيتعد مؤريب انا هقولي لجوايا وامري لله لان دي ارواح ناس زي يروح بابا الولاد دول مش هما اللي اتلوا بابا وهيموتوا ظلم الحقوه مؤبودوا على القتل الحقيين مروى هشام بركات ابنة الشهيد هشام بركات هذا ما قالته في التغريدة وتلقى هذا المنشور كثير من المغردين بتعليقات مشككة في اختراق الصفحة حتى ان نادي قضاة مصر اصدر بيان خاص ليؤكد فيه ان الصفحة مخترقة وهو ما تم الرد عليه في منشور ثاني بحساب مروى بركات قال هذا المنشور اتعلمت من مهنتي ان كلمة الحق ليها تكلفة وتعلمت من بابا ان ليقول كلمة الحق فيه ناس لازم تحربوا ربنا يرحمك يا شهيد ويرحم المظلومين يا ربي اويني يا ربي مليش غيرك كما نشر الحساب صورة الهوية الشخصية لمروى بركات لتأكيد على نسبة الصفحة اليها وانها هي من تكتب على صفحتها وبين مصدق ومشكك عاد الحساب لينفي كل ما ورد في المنشورات السابقة يقول او تقول هذه المقولة على الحساب تعرض حسابي امس لعملات اختراق ممنهجة من قبل الجماعات الارهابية في نفس يوم تنفيذ حكم اعدامهم لاثارة البلبلة في الرأي العام ثم ما لبث وان اختفى الحساب تماما من على فيسبوك الداعية محمد العريفي يثير الجدل من جديد على تويتر بتصويره مقطعا في منطقة العلا القريبة من مداء صالح بالمدينة المنورة العريفي يدعو متابعيه في هذا المقطع الى السفر والتجول وزيارة الاماكن التي تكسبهم خبرة ودراية اكثر عن الامم السابقة المقطع الذي نشرته صفحة مهرجان شتاء تنطورة يتناقض بوضوح مع ما دعا اليه العريفي من قبل من ضرورة الالتزام بالنهج النبوي في الاسراع عند المرور بديار المعذبين نسبة الى ديار ثمود الداعية محمد العريفي يثير الجدل من جديد على تويتر بتصويره مقطعا في منطقة العلا القريبة من مداء صالح بالمدينة المنورة العريفي يدعو متابعيه في هذا المقطع الى السفر والتجول وزيارة الاماكن التي تكسبهم خبرة ودراية اكثر عن الامم السابقة المقطع الذي نشرته صفحة مهرجان شتاء تنطورة يتناقض بوضوح مع ما دعا اليه العريفي من قبل من ضرورة الالتزام بالنهج النبوي في الاسراع عند المرور بديار المعذبين نسبة الى ديار ثمود الى ملف اخر في هذه النشرة حيث يشهد المسجد الاقصى في القدس المحتلة استنفارا من جانب الاحتلال الاسرائيلي عقب توتر ومواجهات شهدها محيط باب الرحمة امس بين فلسطينيين وقوات الاحتلال كان ناشطون مقدسيون نشروا على منصات التواصل دعوة للنفير العام تحت هاشتاج باب الرحمة والاقصى في خطر لاجبار الاحتلال على فتح البوابة المغلقة وقد استجاب عدد كبير من المقدسيين الغاضبين لهذه الدعوات قبل ان تزيل سلطات الاحتلال السلاسلة التي وضعت على باب الرحمة وبعد اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي المسجد الاقصى اعتدت على المصلين داخل باحاته عقب صلاة العشاء ما ادى الى اصابة عدد منهم ووقعت الاشتباكات بين قوات الاحتلال ومجموعات من النشطاء بعد كسرهم بوابة باب الرحمة المؤدية للحرم القدسي لتقوم شرطة بعدها باعتقال عشرين شخصا افرجت المحكمة عن ثمانية عشر منهم في وقت سابق اليوم يقع باب الرحمة في الجهة الشرقية للمسجد الاغصى كانت الشرطة الاسرائيلية اغلقته عام الفين وثلاثة وجددت محكمة اسرائيلية عام الفين وسبعة عشر امر الاغلاق